مبدئيا صعب جدا ان احنا نجمع البروزاك او نتكلم على البروزاك في فيديو واحد تلات دقايق مستحيل فهنحاول نقسمه على اتنين فيديوز اول حاجة نعرفها ان الكلام ده هينطبك على البروزاك والساليباكس والفلوزاك واي دواب يحتوي على نفس المادة الفعالة اللي هي الفلوكزيتين عندنا البروزاك بييجي بتركيزات مختلفة هنلاقي فيه عشرة وعشرين واربعين ميلي جرام اكتر حاجة متداولة بتكون هي العشرين ميلي جرام كمان البروزاك بينزل بره بره الدولة العربية بتركيز تسعين ميلي جرام ودي بتكون عبارة عن حبة واحدة كابسولة واحدة بتتاخد مرة واحدة اسبوعيا كل مريض بياخد التركيز المناسب لحالته طبعا ده بحسب تشخيص الطبيب واقصى جرع ممكن بيستحملها المريض هي تمانين ميلي جرام وغالبا بتكون في حالات الوسواس القهري القوي المادة الفعالة اللي هي الفلوكزيتين دي نعرف بشكل اساسي ان هي بتتحول داخل الجسم عن طريق الكبد لمادة بنسميها النورفلوكزيتين اللي اتنين دول بيشتغلوا عن طريق ان هما بيزودوا تركيز السيروتونن هرمون السعادة الناقل العصبي داخل المخ بنسبة كبيرة وبالتالي بنبدأ نعالج الامراض اللي هنشوفها بعد شوية ولكن عايزك تعرف معايا ان الفلوكزيتين والنورفلوكزيتين دول من الادوية اللي بتستمر فترة طويلة جدا في الجسم لانهم بيمسكوا في البروتينات اللي موجودة في الدم بقوة بربطة قوية وبالتالي بيستمروا في الجسم بمدة احيانا بتوصل لأسابيع علشان كده عايزك تعرف ان حبة البروزاك اللي احنا بنستعملها دي ممكن تعد في جسمنا اكتر من 10-15 يوم يعني ده بالقليل هنستعمل في ايه البروزاك او بيستخدم في ايه اول حاجة بيستخدم في علاج الاكتئاب القوي بيستخدم في علاج نوبات الهلع كمان بيستخدم في علاج كل انواع الفوبيز في علاج الوسواس القهري في علاج اطراب ما بعد الصدمة كمان بيستعمل في علاج الاضطرابات النفسية اللي بتصيب بعض السيدات مقبل الدورة الشهرية كمان البروزاك من الادوية اللي معتمدة في علاج حالة بيسموها البوليميا نيرفوزا ده واحد من امراض بيسموها بمعنى ان بتلاقي المرض ده غالبا بيصيب السيدات وبتلاقي الواحدة من دول عندها مشكلة ان هي بتاكل كميات كبيرة ولكن في نفس الوقت هي عندها مشكلة متعلقة بوزنها خايفة دايما على وزنها فبتلاقي ان هي بتاكل اللي بتاكله وبعد كده بتحط صباحة في الحل عشان ترجع الاكل اللي اكلته والناس دي بتلاقي عندها دايما مشكلة في سقف الحل وبيكون في مشكلة في اصابعهم بسبب ان هم بيرجعوا او بيخلوا نفسهم يرجعوا بشكل متواصل البروزاك من الادوية المعتمدة لعلاج الحالة دي في نقطة مهمة لازم نعرفها ان البروزاك من الادوية اللي مش فعالة بشكل كويس في علاج الرهاب الاجتماعي يعني زي ما بيقولوا مش بذاك الزود ان هو مش بيدي نفس القوة في علاج الرهاب الاجتماعي علشان كده مش معتمد لعلاج المشكلة النفسية دي شكرا